موسيقى 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 أكثر سؤالي جيني في الرسائل هو كم كلفاتك هذه الرحلة ومن هنا نفهم أنه المال هو الهاجس الوحيد اللي يواجه كل المسافرين ولكن أسعار تختلف من دولة أخرى أنا أنا راني في تركيا جبت لكم تحدي جديد واللي هو 10 دولار وشنقدر نديرو بها في نهار موسيقى 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 بطاطا موسيقى وهنا نعمل نفس التحدي في دولة أخرى موسيقى بصلا هنا هنتك باشناك إلي أنت إفريقي؟ شارع اسمه شارع الجزائر الآن نزلوا إجعلنا على لايك دعونا نبدأ الفيديو قبل ما بدأنا نجبدو العشرة دولار اللي رح نخلطوها بها سعر الصرف هاد اليوم أعطانا سبعين نيرا تركيا مقابل عشرة دولار وليبي هون رح نبدأ مخابرة المعبولة اوكي لما تشوفوا هاد ترام عرفوا باليراني في تقسيم وهاد الشارع في اسطنبول ما يحبس وليس مر بلغاش ولكن ما زاد الكورونا حبست كل شيء ولا تقريبا مفارا وكان واحد حاجة عشبتني ان مديرين طاويلة هنا البلدية ويمدون الماسك باش الناس ما تتعداش وما تقسش بالكورونا فاروح هنزول الماسك ساعنا قبل ما ندخلون بيرو الماسك ساعنا ثم نردوش بالكورونا عندما تجيزي في شوارع اسطنبول رح تلقى الكثير من الأشياء المغرئة كل واحدة فيهم دولك شرين بيريش بوشن بيتانا كومبير بيريش جانا كومبير أول أكلة رحنا نأكلها هي كومبير أصدقائي هو بطاطا ما شرح الكمش بزاف أروحه معه هذا المنظر مننا شارع تقسين كومبير هلا يوق يجي تشوفوا يبانك مستقدر اشتاكلوا تشغل فيه بزاف المكوينات خالوطة خالوطة ساتة خلق شوك جزال هذا جيد هذه سواء بطاطا مرحية كبيرة يرح يوهمها سير بلس في نفس المكان يتعرفين يعود أن تأخذ هذه المكوينة هارش يسترون هارش يسترون هارش يسترون هارش يسترون هارش يسترون الملحة تأكلها في زوش هي كبيرة جميلة الملحة تأكلها في زوش السعر تقسيمها في أرتاكوي أرتاكوي لم يكن قوات تجدونها في هذه المحلة تأتي الوست تحفر 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 بيزنس سهل لا توجد في المنطقة من الأكل لا تأتي بطاطاق وقسمها على زوش وقسمها على زوش وقسمها على زوش لا توجد شيء سهل في هذا اليوم أبدأ تسترجعها ودد سياح بعد أن أتقلت عويل بسبب قومة تحفر قد دخلنا الوائد الحانوت الجنة التي تحب الحلوة والسكاريات تخسروا كل أفلام القديمة المصر المصر الآن سنأكل من 5 من لتحفر تحفر 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 ندع الحوت نعم هذا ويستخدم الغم هاو الحوت قطرنا خطأ من القيسنا شريك هبك خائفين من الكورونا ندع الإجراء بتاع دقي تشوفني مش خيرت شوية هذا ورأي عايبني وليم سبعونتها دير في الهرج علاجة لشوية هذي كابتن كاندي أنا باقي جاتني 19 لأشم كن نقول له نقص كنقص حال بقاولة وهذا 5 حبات واللهي بنينها الحوتة الحوتة أوني تخلطي الطعم تحامة الشيكولاتي تقوليش فيها الجيلاتين فحب بنينها والله عغير بنينها أخونا فما نشرع نأكله هذو إنوعة السيغارو هذكو السيغارو سيغارو قاعد كي سيغارو اوه شوف صعب اعم بدأوا يقل شوف هنا هزيافة ضيافة شوف كيفاش هانقي شيء من الطعب بيعهم تستيقل تستيقل اهه سيغارو سخونة على باك سخونة بزرع شحال تقولوا السيغار بتاعها عرب أعلي رأى أصدقائي باش عارفوا بليسطنبو تقدروا وتاكلوا وتحركوا دير وحواج بزرع سيغارو مش كبير بزرع اخوة أنا مشي دوكوت للاقي دخونا تزيري وش ندير يوتيبير نخلطوها نخلطوها نخلطها ديمة ههههههه يعني تقلطيك возيقع السيغار فالنان جيناcé promise م Torres يعتبر من أول مترو وادي هنا في اسطنبول But i want to spoil it قديم ف muitos اننا نبدأ ان أعبة يتصدقها US كبير ladım فايلة ت Rogue تنتظر تضير تاضي كان غير واحد يطلع يركب الناس الفوق يعزل ينزل يركب الناس يصدر يطلع هو هكذا نهار كامل هو اطاره هاو كان الناس بزيب ما عرفوش هاد الطرام مساكن يمشي وطلعت عقالاته ديك على رجليه فيتعبوا بيتا قدس إسطنبول تركب هناليا بتاتها فاصل خمسة والله 2.5 لأه وقولي في التعليقات الناس لجاد إسطنبول هل تعرفو هاد الطرام ولا لا وكا نخرجو مع شارع استقلال كنا نعرف انه تركيا معروفة عالميا بصناعة الالبيسة ونس كتير جي إسطنبول باش تقضي بالجوم فيها حتى واحد جدد بالتيكات سبعة باند يظهر لينتي هذا سامفل مليح تي شيرت بعشرة ليرا بوي 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 شوفه بولي صحاري في التعليقات وما تصلح جديد إسطنبول وما تاكلش كنافتها ولي تعتبر رمز من رموز تركيا يقول بعض المؤرخين أنه أصل الكونافة كان في مصر على يد الفاطميين في القاهرة لكن احنا الآن في هذه اللحظة ما يهمنش تاريخ قد ما يهمنها طعمنا وسعرها أيها لأنه بقالي 12 ليرا والآن حانو اخت اسمنا القلش والكريشة عليزم تخلو فيها بشوية حلاوة نعركة من الحين انجري ومنها من هيه جينا الآن ناكل الكونافة أنا كينسي ما كلمة كونافة نرتاح قبل ما ناكلها جينا عنده واحد السيد عنده أرخص كونافة هنا في اسطنبول وقليل اللي يعرفوها كي تقول ذو في الطابلة أول حاجة يجيبوها لكم الإكرامية هي هذه يجيبوك شوية فواكه الوقت اللي يطيب فيه للكونافة ايو الله كرديسي مرحبا 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 ايو عشاة العراسة ما حال ديرها دي جرد 12 ليرا تخيلو هذي بـ 12 ليرا أمريكانو خلا ما تلقاهاش قلو من 15 ليرا هذه هي البيزيك خلاص كان يجي فوقها الفرماج وهذا اللي يفوقها باستاش مش فستق كيف يقولوا باستاش بالعربية هذي يجيبوك معها حليب اضعوه هنا طيب مش نورمال باستاش هذاك مطرب هذو قلو ستوه في البداية هم شعر هذي كيمة القطايف اللي ديروا عندنا فتزايا وهذي هنا جيبينها من هاطا هاطايا دي مدينة تركية في الحدود مع سوريا كيبو الغربية هذو بيسكنتو الشي عطيهوك معها مجاني اوكي ختمناها قضينا عليه ذكر انا يماشي لبلاد واحد اخر ها في اراك وشي اجري كيبو زي كيبو زي كيبو زي كملو معي فيديو خوة انا في واحد البلاصات خوف طار مخجورة في وسط بيروت قلك تبنت في 1940 اسمها بيت الشيخ الخوري بالك فينا الناس هاكلين الداخل مرحبا مرحبا خوة كيف رأيته كيبو زي رجل هنا خدام من الجهر هذه الملكة حديدة تلحم وقلتو ما فرصة البناء بيناء محجورة قلتو ما تصور الأدوات لا يمكن أن تحفظ ولكن يجب أن أذهب إلى الطابق الثاني يمكن أن أذهب إلى يمين لا يمكن أن أرى لا يمكن أن أرى لا يمكن أن أرى أماكن مثل هذه لو تسأل عليها ناس البلد يقولون أن الناس حكمت زرهاش لأن هناك قصص غريبة صارت فيها لو تعرفوا أماكن مرهبة مثل هذه اكتبوا لي قصتها في التعليقات ممكن أن نزورها مضحي كمرك هناك الكرسة قدم محطوطين هنا فوق بعضها مشوف شوف شوف كان هنا يا مطرح فهمتش الحد الأن على ماريبوش والأخ اللواكي معك شوفه ما شلقيت هنا ثاني قفصتها يا أهوان قطير جداً وفيه بزاف درج مشقوقين الحيوط مشقوقين تطرى كبير على الناس اللي رامساكلين هنا قادر فيه أي لحظة يتهدم وفيه أي لحظة يدير مشكل المترجمون المترجمون لن تتكسر هل تستطيع أن تكون هذا؟ من بأنني أفريقي؟ ايه؟ أنا أفريقي أفريقي أفريقي؟ أفريقي 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 أفريقي؟ أنت عرف إنه لأننا نحن أفريقي 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 مالذي إضحكوا لي مرحبا كما ترى تلاقييت الأولى صغيرة ويلعبت معها قمت زيارات في هذا المبنى المهجورة يأتي هنا يجب أن نزوره مكان جميل جدا وتأخذوا فيه صور جميلة جدا شكرا خواة فقط بحاجة جديدة غير أرواح لبنان لدينا طرف أرض هنا شارع اسمه شارع الجزائر شارع جزائر صدمة كبيرة شكرا خواة جيت لدينا من مكان قبل بيروت رأينا في الفيديو بنا بربر شكرا جزائر جزائر هذا ريسطوران جيت لديه قبل صورت لديه مقاطع من المنفل لبنان لا يسمحون في الطريق في هذا الوقت كانوا عندي ربع ألاف لا تعرفوا ما أخبئك المستقبل عليك أبيل عملي فقط شكرا جزائر شكرا جزائر أصدقوا هنا أخبرتني أنت لبنان هل هي غالية أو رخيصة؟ أجربوا رأينا أكلوا و أصدقوا في المنطقة لن أخير لدينا اللقطة بحقوا بقوا يا ربي و يجيب الحق هذا هو هذا هذا يا ربي لدينا كرسة دعنا لدينا ريسطوران أنا أحب شيء غالية غريبة تكون لبنانية ما هي من غوشة زعتر؟ من غوشة زعتر كبا؟ حمني أخي لا نموت نجيبه كبانية و نجربه و كونك شما يصر علي أني نحصلها فيه لبنان المشهورة بالكبانية قالوا لي أكثر من مرة أجربها نأكلوا الحمني لأول مرة في الحياة هذا الحمني مع البرغل و عندما نأكله لا نموت يعني من فبحتوا الخروف و جبتوه هنا يكون الساعة 2-3 قالوا يروا جديد عادي قالوا يجب أن تبطع لي الزيت زيتون الزيت زيتون بلدي هااااااااااااا يوااااااااااااااااااااااااااااااااااا يواع حبير في ملعها في نافر بيدي و لأبري الملع أفر و بالخمسة أنا ما عارف أخي أنا جيت من جزئ كفت فيها الفراكي و فتا كلا بإيده تعرف أننا نربحنا كأسي في ريخي هل تعرف بالله ما تعرف؟ لا تعرف جربنا و لا تقود تفل من عندنا يعني ما زيش تخرج من عندنا بصل اخضر كمان بصل علي انت بايدك بصل علي انت بايدك مع البصل بصلوا هنا انت كيفاش ناكنا بسم الله والله مايباني قاعد كيستوجو اخترت فيها مرحبا بي مرحبا بي ابنا موحارب من لبنان فلسطيني ما شاء الله جزائي جزائي بسم الله واني تعلمت كيف ناكلها انا كنت حاسبوا الحم مني لكن مكانش احساس خلاص اني ندارين فين برغل جابني دركان بفيل الباكة مش حالي اطلعت لي حساب سبعة طفل لبو خمسمية ضربة دولفوني سعر هذه الوشباليك لتهاكل معها واحد جوزة سبعة طفل لبنان معناها 11 دولار هذه لبنان انا احبت اكتر من حاجة فلسطيني دولار هذه فكرة فقط على لبنان لا يوجد النقل العمومي تقريب ان كل الناس هنا يستخدموا اما اوبر اما كريم اسعار تحام دائما الريحلة من هنا ممكن حتى 4 كم او 3 كم بربعة خمسة دولار وطلع فانا ادقتلقوا في بوككيندوتكم ربين بي ايضا او 40 دولار راسي وهذا انا احبت اكتر من حاجة مكتبة الناج لا تنسى ان تقوموا بالنسبة لي من هناك حاجات كثيرة مجنونة في فيديو هذا ومن بعده ومن بعده تعرفوا العقلية اشتركوا 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 خواه انا انا اعرفهم مشورة في الجزائر اسمه واحد من اقوى برامج تعليم اللغة الانجليزية في العالم كان في الدول بزاف منها الجيران تونس ومغرب ومصر والان جابوهونا الجزائر نظاما متطور جدا يدمج بين تعلم في المدارس بسرعة في الوطن او تعلم اونلاين ماذا معظم انا جلسين في البيت عليش من تعلموا شلوغة جديدة والانجليزية على بل كمان اوين اروحت كانت هي السبب الواحد اللي خلتني انتواصل مع الناس وسهلت لي ذلك قد تنقل تاعد وفرو برامج لكل الفئات كل كتب المناجر يقدموها عندهم حتى برامج تحضير الائلس كو واجدين باش تسافروا لا لا مشي هاواري عندهم ايضا تطبيق مجاني تقدر تحمله تعلم كيف تنتقل الكلمات مثلا لانه نحن نقول انجلي بالفرانسي ونعطيك حتى الافعال في الماضي كيف تصبح بي كيم بروت ماشي كل افعال زي رائدي اسميوا الارغولار مهم فيه بزاف حاجات راح تعاونكم لهذا ادخلوا الموقع التحمل تشوفوا كتابات وكل شي اللي قدموه تقدروا تطلبوه على الارقام اللي في الجزائر ووصلوه لكم حتى المنزل وهذا كل باش نقولكم انهم عملي تخفيض حتى نهاية شهر اسرعوا بيها جزي اماكنيكم صحيح هذا هو دي السبتكاريك صحيح 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 صحيح